اشتركوا في القناة وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث تلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما لها عنه وزجر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن الله تعالى قد حرم السفاح وأحل النكاح وجعله وسيلة للاستخلاف والبقاء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقد جعل الله تعالى عقد النكاح ميساقا غليما فرتب عليه حقوقا وواجبات وشرع فيه أحكاما وأنزل آيات بينات فجعل أساس العلاقة الزوجية المودة والرحمة وبهما تكون المحبة والألفة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وحث على حسن العشرة وبذل المعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأنصف في الحقوق والواجبات فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وجعل القوامة والولاية بيد الرجال فقال الرجال طوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وحذر من الظلم والأذى والجور والبغي والعنة فقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن المؤمنة إن كرئ منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم معاشر المسلمين إن الزواج مسؤوليته عظيمة وحقوقه جسيمة به تحصن الفروج ويحصل النس وبه السعادة والاستقرار أبرم عقده بميساق غليظ وغطدت أركانه بولي ومهر وشهود قال تعالى وأخذن منكم ميساقا غليظا ولقد أباح الله الطلاق لكن الأصل فيه الحظر وإنما أبيح للحاجة ورفع الضرر وأرشد الإسلام إلى حل المشاكل الزوجية قبل الفرار فأدن حرصا على البقاء في الوعظ والهجر والتأديل قال تعالى والتي تخافون انشوزهن فعبوهن واهجروهن في المطاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا كما ندب إلى الصلح قبل الطلاق قال تعالى وإن خفتم شطاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقال وإن امرأة خافت من معلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير أي خير من الشطاق والجفوة والنشوز والطلاق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فإذا تنافرت القلوب وأصبحت غير قابلة للسئام وانقطع الأمل ويؤس من الوئام فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإفسان فالطلاق آخر الحلول وأبغض الحلال ولهذا رغب الشرع في الرد والمراجعة وجعل العسمة بيد الرجل فيمتلك حق الرجعة مرتين الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وتعتد المطلبة في بيت زوجها ثلاثة قرور لعل الله يخدث بعد ذلك أمرا فيتراجعا ويصطلحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم عباد الله إن المسارعة والاستعجال في أمر الطلاق بداية معاناة التفكك الوسري والشقاء وهو أساس النصرة بين القلوب وتشتت شمل المحبوب وضحيته هم الأبناء الأبرياء الطلاق مفسد الصحبة ومفرق الأحبة ومخرب البيوت وممزق الأسر الطلاق معيق لتربية الأبناء وسبب لضياعهم وضياع الحقوق فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأجناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صلعت شيئا قال ثم يجيه أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه فيلتزمه ويقول نعم أنت رواه مسلم فرفقا بالقوالي لمعاشر المسلمين فإن المرأة ضعيفة وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرئ منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحيل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساها أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه وأعطى كل نفس هداها نحمده حمدا كثيرا لا يتناها ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها عباد الله النتاح من أعظم أسباب الاعتصام وأكبر داعٍ إلى التعفف والتحصن من الأوزار والآثام فاختاروا لنطفكم واغفروا بذات الدين وإياكم وخضراء الدمن فإن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكف المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاغفر بذات الدين تربت يدانك رواه مسلم أيها الناس إن الطلاق فرج عند عدم الوئام والوفاق وتنافل الطباع والشقاق قال تعالى وإن يتفرطا يغني الله كلا من سعته فاتقوا الله ولا تجعلوا الطلاق سببا في الشحناء وقطع المودة والصلاة قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقد جعل الله للمطلقات متاعا للمعروف حقا على المحسنين معشر الرجال أيها الأولياء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ألا وإن النساء آمانة في ذمبكم ومصية الله ونبيكم لا يكرمهن إلا الكريم ولا يهيمهن إلا الذئيم عن المقداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم رواه الطبراني وعن سليمان بن عمر بن الأخوص قال حدثني أبي أنه شهد حدث الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليستميكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المطاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعالهن رواه الترمذي وصححة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة رواه الحاكم أيتها الأخوات المسلمات إن النكد والعناد وسوء الأدب مع الأزوات وإفشاء أسرار البيوت وعدم تحمل المسؤوليات والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل من تفاهات فشل يخرب بيوتكم ويشتت شمل العيال ويؤثر سلبا في حياتكم فاتقين الله في بيوتكم وأزواجكم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد أيها الناس إن التخضيب بين الزوجين وإفساد الألفة وزرع الفتلة بينهما وتحريض أحدهما عن الآخر والتسبب في الفراق والطلاق حرام يتحمل فاعله التبعات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خطب امرأة على زوجها رواه الحاكم أيها المسلمة اتق الله فإن الزواج ميساق غليظ فلا تسأل الطلاق من غير بأس فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها أن تريح رائحة الجنة رواه أحمد وبعد عباد الله فالصبر من أعظم الفضائل وأفضل القربات وأجل الطاعات فاصبروا واعفوا عم الأساء وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصبر مفتاح الفرج به يرفع الله الدرجات قال تعالى وبشر الصابرين وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصبر الصبر أيها الناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم ألهمنا الصبر ووفقنا للصف والعفو وكظم الغير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزيمه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رأمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وأولاة أمورنا اللهم وفقه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه وأيده بتأييدك يا رب العالمين اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم تطبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين